صوت جديد يضاف إلى الأصوات المنددة بالسفير السعودي ومساعيه المستمرة للسيطرة على الشرعية وتجريدها من عناصر قوتها هذه المرة جاء هذا الصوت من محيط الرئيس عبد الرب منصور هادي على لسان مستشار أحمد عبيد بن دغر بن دغر القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام كشف في بيان لأعضاء حزبه عن ضغوطات يمارسها السفير آل جابر فيما يتعلق بتشكيلة الحكومة المقبلة مؤكدا أن وضع الشرعية أصبح صعبا وأن تسلب الآخرين يحمل في طياته مخاطر جمة وحقيقية على وحدة وسيادة اليمن صرخة بن دغر في وجه عبث السفير محمد آل جابر ليست الأولى بل هي واحدة من قائمة أصوات انتقدت ذلك السفير الذي يحاول أن يتقمص الدور بريمار في اليمن فوزير النقل المستقيل صالح الجبواني هاجم آل جابر متهما إياه بالسعي للضرب الشرعية من خلال الإصرار على تعيين معين عبد الملك رئيسا للحكومة المرتقبة مشيرا إلى أن السفير ومعين عبد الملك شكل ثنائيا لإدارة شؤون البلد سياسيا واقتصاديا بتعاون من بعض المحيطين بهادي وقبلهما كان عبد العزيز جباري نائب رئيس هيئة مجلس النواب قد انتقد دور السفير السعودي الذي أصبح المتحكم الحقيقي في المشهد اليمني داعيا الرياض إلى احترام شركائها في الشرعية ومن خلال هذه المواقف يصبح واضحا أن السفير السعودي يخوض حربا على الشرعية من خلال فرض نفسه وصيا عليها تمهيدا لاستبدالها بشرعية أخرى على مقاس أطماع الرياض وأبوظبي ويبقى السؤال هل الآن الأوان لأن تنحاز الشرعية لنفسها وتضع حدا لتجاوزات السفير الذي يسعى لشرعنة الميليشيات الانفصالية جنوبا وتمهيد الأرضية لتطبيع الأوضاع مع الميليشيات شمالا